نقطة نظام مهمة نتفق عليها من خلال الأحداث الجارية ومن خلال اهتمامات البرامج الفضائية الأخرى وده طبعا رأي المهندس عادلي لازم أن نسمعه من الطبيعي جدا أن كل برنامج يدور على أي حاجة تخص النادي الأهلي وأي حاجة تخص النادي الأهلي هتعمل نسب مشاهدة ومتابعة لما تلاقي فيه راجل دكتور عماد فاروق راجل أخصائي في الطب النفس الرياضي اشتغل كم ساعة في النادي الأهلي الراجل ما حصلش توافق الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي وجه له الشكر الحق بسرعة هاته فتلاقيه ضيف مش عشان يتناقش مثلا مع الزميل هاني حتحوت أنا متفاهم تماما من ناحية المهنية أن كل مزيع من حقه وكل صحف من حقه يسعى إلى موطن الخبر وبقرة الأحداث ده شي طبيعي جدا لكن يبقى الكلام كله احكي لي ايه الكواليس اللي حصلت ايه سبب المشكلة كل ده برضو في المعقول والمطلوب يمكن والمقبول مهنيا لكن توقف عند ده لا تبصت لا النهاردة الزميل سيف زاهر هات عماد فاروق نفس الاسطنبا ونفس البحث عن أي حاجة تخص النادي الأهلي حتى لو كانت من باب ان انت تشوف ايه المشكلة مع انه مفيش مشكلة كل اللي فات ده يكون ومشكلة ازدواجية المعايير في الممارسة يكون تاني لان في اندية اخرى عندها مسئولين وعندها مشاكل وعندها حاجات كتيرة جدا يغض الطرف عنها تماما لحد بيستضيف حد ولحد بيسأل حد لا ساعدوهم ان هم يلموا مشاكلهم ساعدوهم ان هم الامور تنتهي ده كويس ده تصرف ايجابي بس ايه رأيكم في محاولة افتعال ازمة لازمة لم تبدأ اصلا ومحاولة مراجعة مسئول ما اشتغلش لسه الراجل اشتغل يمكن ساعتين في اتتماع وخلصة الحدود انت مش شايف انه فيه ازدواجية معايير انا مش شايف هو انا قلت المقدمة بتاعتي ليه عشان الكلام ده بقى ده جزء من اللي انا بخاطب به جمالي الاهل خلي بالكو هي هي ولذلك اعنا يعني خلينا حضن على الاهل اليومين دول ليه لان هذا كلام عبتي يصل الى حد المهزلة انا جهازي الفني فكر فكر هو مين اللي فكر انه يدعم الجهاز بمعد نفسه الليل محمد رمضان كابتن محمد رمضان المدير الرياضي ايه اذا انهي فكرته ايه هو جاي بحد يؤدي دور محدد في زهنه ايه مش جاي بواحد يوعيد ترتيب الجهاز الفني ونظام العمل داخل النادي الاهلي ايه طيب ما حصلش اتفاق حصل سوء تفاهم بين الكابتن عماد فاروق وهو كان لاعبا كبيرا في الكرة الطائرة ولكن الكابتن عماد فاروق هو مصقف جدا وقارئ ودارس ولكنه عنيد اوي ام يعني يعني اه جاي بتصوره خاص مش بتصوره نادي الاه يعني انت يجوز يجوز النادي الاهلي كان عايز حاجة محددة في المعيد النفسي كابتن عماد عشان عنده عنده تصور انه يقدر يلعب دوره اكبر بكتير حصل سوء الفهم لا فيها فضيحة ولا فيها خناقة ولا فيها كواليس ولا انا بقى الاصرار اصرار ايه ولو فيه اصرار ويطلع اي حد يقولها ده لا يمكن الا ان يكون بسيء لنفسه قبل ما سيء لأي حد تاني لان هذا ليس من اخلاقيات العمل مش في النادي الاهلي في اي مكان ده انت لما بتيجي تشتغل في اي وظيفة بيمطلوك على سرية ايوه عدم عدم الافشاء ما تراه هنا اممم فما بالك بالنادي الاهلي اللي هو اصلا اصلا الناس بتطلع دي استقافته محمد رمضان جاي بواحد بتصور في زين الكابتن محمد رمضان التاني جاي بتصور عنده هو ما اتفقوش مع بعض لأي سبب لا ينفع تسيق للكابتن عماد فاروق ولا ينفع انك تطعم في تصرفات الكابتن محمد رمضان لان في الاخر خالص عمالي يقولك هو انت ما سألتش عليه كويس سألتك عليه كويس في ايه سألت عليه كويس وعنده شهادات وعنده حاجات اتفضل جينا في الشغل هو متصور نحيبقاله دور زي فكرة بالزبط خالد الجوادي هو جاي مترجم هو عايز يلعب دور اكبر لأ ما ينفعش احنا عايزين عايزين دي لو انت عندك دور اكبر لو احتاجنا حد بيلعب دور اللي انت متخيل تلعبه يبقى نتكلم نشوف انت واحد تبقى من المرشحين لكن احنا مش عايزين ده احنا عايزين مجرد مترجم حصل خلاه طيب كابتن عماد فاروق كنت افضل واحد بقيمة و و و و و يعني وثقل الكابتن عماد فاروق انه يطلع بمعايير النادى الاهل لانك انت مجسبتش حاجة خالص بالعكس كل الناس قالت الحمد لله اللي الخلاق ده حصل بدري بدري اه يعني انت بالعكس ده بشكل كده اللي طلع كاسبان في الموضوع ده انتصار لوجهة نظر الكابتل محمد رمضان انه الراجل ما كابرش كان يقدر يكابر ويعود بقى يحاول ينمه وبتاع فتكون النتيجة على حساب الفرق او نادي الاهل ولذلك انا بقول حبوا الاهل كما وجدتوا وهي دي كان حد بيكلمني صديق عزيز حقول لك على اسمه وبتكلم يعني مش عايزين يبقى فيه تصادب قلت له بالعكس النادي الاهلي قراراته قول قوية تبدو كأنها صدام لكن هي بدأ مال لما يبقى فيه قرار جدري صعب ماخدوش غير النادي الاهلي اقاف لعيه بقى قبل ماتش مهم انتصارا لمبدأ او فكرة ان ما حادش الودراع على النادي الاهلي عملية تغيير الاجيال دائما بيبقى فيها والعيب طبعا مش عايز يبطل لكن النادي الاهلي شايف ان ادوارك ممت تختلف المرحلة دي مش النادي الاهلي كل ما كان في العالم كل ما كان في العالم يعني عظمة كريسيان ورونالدو عظمة ريال مدريد فيه توقيت ما رأى ريال مدريد انه لازم يحصل نوع من التغيير التاني خادها بخوته بكفاءته مكمل لحد النهاردة كظاهرة صعبة كرارها وريال مدريد كامل وكسب وطلاط مش ضروري يطلع حد غلط في حد لكن ضروري يبقى فيه اختلاف رغبات منهج عمل وفكر مقابل احنا في النادي الاهلي بنقول ليه انا دائما متشبز بفكرة حبه الاهلي كما وجدتموه يا أستاذ ابراهيم والله محد له فضل عن نادي الاه والله محد له فضل عن نادي الاه